المولانا طب لو حد عمل مخالفات مثلاً في شركة أو في بونا أو كده قانونية وشرعية وكل حاجة وجي أولاده يورسه وهم عارفين إن هو بنا مثلاً الحاجة دي بالمخالفات دي فهم يورسه ولا بقى ده أصلاً كده مال حرام فيتورعوا عنه يعني مفيش حاجة في الميراس اسمها مال حرام الميراس يطهر المال أصلاً فالحارث المحاسبي ترك ميراث أبيه التورع عنه فتكلم الفقاء عند هذه النقطة فهم يبدأوا حياة جديدة ويلتزمون